اكدت وزارة الصحة ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والقرارات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حفاظا على صحتهم وسلامتهم وشددت وزارة الصحة على اهمية الوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له من خلال مواصلة التقيد بالاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره وكشفت الوزارة عن رصدها حالات قائمة بسبب عدم اتباع التعليمات والارشادات الصادرة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المتمثلة في اختصار تجمعات الافطار على التجمعات العائلية الصغيرة وضرورة ارتداء الكمامات واقنعة الوجه عند الخروج من المنزل للضرورات المعيشية والتقيد بتدابير التباعد الاجتماعي وقالت الوزارة ان الوعي هو مسؤولية كل فرد اتجاه نفسه ومجتمعه ويجب الالتزام بتنفيذ التعليمات والارشادات الصحية بما يضمن منع انتشار الفيروس وافادت وزارة الصحة بانها مستمرة في تكثيف جهودها لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفي توسيع نطاق الفحوصات حرصا على سلامة الجميع والوصول المبكر للحالات القائمة وتعزيز عمليات معرفة تفاصيل اثر المخالطين بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ونوهت وزارة الصحة انه لا بد من استشعار خطر فيروس كورونا على الرغم من الجهود الوطنية والتي تتم لمواجهته فالفيروس ما زال في مراحل انتشاره عالميا ولم يتم التوصل حتى اليوم للقاح الذي يعالجه ولكن هناك محاولات عديدة للوصول اليه وان البروتوكول العلاجي الذي تتبعه البحرين يساعد في التعافي لكنه ليس العلاج المضاد للفيروس مؤكدة ان الوقاية خير من العلاج وذلك باتباع الاجراءات والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ترجمة نانسي قنقر